بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم فضاء الجمعة هذا العدد الذي نحاول بحول الله تعالى وقوته أن نتعرف فيه على فن من الفنون على علم من العلوم على دراسة من الدراسات التي أبدع فيها أهل العلم ونوعوا فيها دراساتهم علم التاريخ ولا شك أن القرآن الكريم في موروثنا الحضاري أشار إلى جزء كبير من تاريخ الأولين وقصص الأنبياء وقصص أقوامهم وحدثنا القرآن الكريم بوجوب تتبع سيرهم وأخبارهم وتقص حوادثهم حتى نستفيد مما ينفع الناس فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وغيره يندفر وإلى زوال ينحدر ونتجنب إساءتهم لا شك أن هذا الفن وهذا التخصص بعبارة أخرى له قواعد وله نشأة وله ارتباط بتاريخ العلوم بحد ذاتها لا شك أن هذا العلم تطور وأصبح له آليات وأصبح له مؤسسات وأصبح له دراسات تبدع حتى لا يوصف التاريخ بأنه مجرد رواية لأحداث ليس فيها صنعة وليس فيها إبداع ثم إن كثير من من كتبوا في التاريخ ذهبوا إلى أن التاريخ تعليل والتاريخ تحليل وليس فقط مجرد سرد أحداث لعل تاريخ الصدر الأول الإسلام يحتاج إلى وقفه ثم إن علماءنا عندما كتبوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدعوا ونوعوا وأثروا مكتبات الدنيا بالحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تاريخنا القريب في جوارنا تاريخ الغرب الإسلامي ينبغي أن نتعرف عليه وأن نتلمس نقاط القوة فيه وأن نتجنب نقاط الضعف التي هوت بدول متعاقبة في هذا الحيز المكاني الكبير لا شك أن عتبة الأندلس التي كانت منطلقا لحضارة الناس وحضارة الزمان وحضارة التاريخ وانتشار العلم في أوروبا وفي أسقاع العالم منطقة تحتاج منا إلى وقفه ونتحدث فيها عن تاريخ الأندلس النظير وما كتب فيها ما هي الرسالة التي يمكن أن نمررها لأجيالنا في التحدي الذي يفرض على الناس سلخهم من هويتهم وبعض الناس يرجع ذلك إلى عدم الاهتمام بالتاريخ أساسا حتى أصبح في متناول كثير من من يتحدثون أنها ليست من العلم المهمة وليست من التخصصات التي ينبغي أن نقف عندها هذه المحاور ومحاور أخرى تموت إلى هذا العنوان الكبير بصلة يسعدني أيها الإخوة الأعزاء أن أستضيف له أحد جهابذة هذا الفن في بلادنا أحد الأساتذة البروفيسور الأستاذ دكتور محمد الأمين بالغيث أهلا وسهلا بكم الأستاذ بجماعة الجزائر تشرفنا بكم في هذا المنبر فاضي الأستاذ أرواي جزيك برك الله وفيك أستاذ الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل بداية سمحتم لي التاريخ تنوله القرآن الكريم حتى يدوم وحتى تلتفت إليه الأذهان والأفهام بالدراسة بالبحث بالتحليل بداية هذا مدخل يمكن أن تلج منه إلى هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين تعلمنا في المدرسة وفي حلقة العلم أن التاريخ فكرة ومنهاج نعم القرآن الكريم ثلثه كما هو معروف قصص نعم والقصص جنود الله سبحانه وتعالى وفي الأثر من ورخ لمؤمن فقد أحياه والأصل في دراسة التاريخ هو البعد الذي نبه إليه القرآن الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف سيروا في الأرض معنى ذلك أن الإنسان يكتشف مناكب هذه الأرض طلبا للرزق ومعرفة بالجغرافية معرفة بمظاهر المظاهر الكونية لإكتشاف هذا العالم وله كلها مدخل من مداخل معرفة المولى سبحانه وتعالى ولذلك الجغرافي كابن حوقل الرحالة كابن بطوطة وابن جبير المؤرخ كابن خلدون المؤرخ وكاتب طبقات كالإمام الذهبي كلهم يخرجون من معاء واحد وإعطاء بعد القصة التاريخية مآلها ومناطها في تكوين شخصية هذا الإنسان الذي خلقه المولى سبحانه وتعالى ليكون صالحا مستعمرا لهذه الأرض بانيا لكينونتها حتى يتمكن من أداء واجب الرسالة التي من أجلها خلقه المولى سبحانه وتعالى أيضا المعروف أنه كما جاء في تاريخ السير تاريخ سيرة النبي الأكرم كان الصحابة يقولون كنا نعلم أبناءنا الغزوة كما كنا نعلمهم حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والغزوة والمغازي وكأنها تصنع التاريخ وطبعا معظم الأحداث التي عرفت في السيرة النبوية معظم الأحداث الكبرى وقائع الحرب بدر حنين غيرها من التحديات حرب الروم والفرس كلها في فواتح القرآن الكريم وفي القصص الذي كان مدخلا من مداخلي حفظ المكونات النفسية وتصحيح النظرة إلى ما ستكون عليه هذه النواة الطيبة في مكة المكرمة من القاعدة الصلبة من أتباع محمد في مدرسة أرقم إبن أبي الأرقم ولذلك التاريخ حاضر يقول أحد الأساطين أو الأستاذ المغفور له بإذن الله عز وجل حسين مؤنس إن أكثر العلوم دراسة واهتماما من طرف شعوب الأرض من أيام الخليقة إلى اليوم هو التاريخ لا اذهب إلى أي مكتبة لفقه لكيميائي لأديب لمختصف الطبيعيات في علم الأجنة فسوف تجد التاريخ حاضر في هذه المكتبة رغم أنه متخصص في علم الأجنة لكن التاريخ له بصمة التاريخ تعيدك البدايات التاريخ هو هوية الإنسان كل الخلق يبحثون عن هوياتهم والهوية هي أول سؤال يسأل نفسه من أنا كيف آتيت إلى هذا الكون أنا لا أسأل سؤالات إيليا أبو ماضي في تراسمه نحن نعرف من أين أتينا وإلى أين سنذهب بإذن الله عز وجل النشأة والمصير معلوم لأننا أمة الوحدة والتوحيد والتاريخ كما يقول أستاذ حسين مؤنس هو أكثر العلوم تداول بين البشر وبالتالي فالجيل الأول الذي تربى في مدرسة النبوة في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم كان يتعلم من سيد الخلقي التاريخ نحن يتعلم أخبار الأنبياء والرسل انظر أول موسوعة خرجت بها أمة الإسلام إلى الدنيا عنوانها تاريخ الرسل والملوك نعم أنت لم تحدث عن تاريخ الرسل الشيخ المؤرخين الشيخ المؤرخين نعم طبري رحمة الله عليه تاريخ الرسل التاريخ هو تاريخ الأنبياء تاريخ الرسائل الرسالة وتاريخ الملوك تاريخ الجبابرة والطواغيت والظلمة هذا معروف يجب أن يدرس في إطاره حتى يتمكن الإنسان المؤمن حتى يتمكن هذا الإنسان السوي من معرفة حقيقة النشأة والمآل والمناط وهو البداية التي تبدأ بها المعرفة الإنسانية أستاذنا ربما في بعض ما طلعت عليه سطحيا على كل حال وربما يشاركون فيه كثير من من يحب أن يأخذ بعض الشذرات من هذا العلم في حد ذاته أن عناصر التاريخ ثلاثة مكونات يعني مكون الإنسان ومكون الزمن الذي هو الماضي ومكون التقلب وفعلا التاريخ يتقلب ولكن دائما نقول التاريخ يعيد نفسه يعني كأن هناك صور قديمة ولكنها تكون ماثلة في بعض الأحيان عبر سيرورة الإنسان على وجه الأرض أنا العبد الضعيف كتبت مقدمة لكتاب لي فأسألت فيه ما الزمن ما هو التاريخ ما هو الزمن هو التاريخ في الحقيقة عنده آلاف التعريفات لكن في الحقيقة النقطة المركزية في التاريخ هو الزمن هذا السؤال استقيته من اعترافات سانتوغيستان يقول لو سألوني عن تعريف الزمن لما عرفت فالزمن هو شفرة الموس التي يتقاسمها وجهان ماضي وحاضر ثم بعد ذلك يصنع الإنسان بإذن الله عز وجل مستقبله فالزمن هو ما يصنعه الإنسان لنفسه طبعا كله بتيسير وتوفيق وابتلاء واستدراج من خالق هذا الكون وهذه مسائل لا تغيب عن المسلم لا تغيب عن الإنسان في عقيدة الذي فطره المولى سبحانه وتعالى على فطرة سليمة ولهذا الزمن مهم جدا مثلا نحن الآن نعيش زمن تطورت فيه المعرفة الإنسانية بشكل مذهل في فطرة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم وصلت البشرية إذا لم تصل إليه من ربعة ألف سنة قبل ميلاد سيد المسيح عليه السلام نحن الآن البداية هو إنسان مشت العربي إنسان الحضارة العتيرية والقفصية والحضارة الورانية وبين إنسان الألفية الثالثة فرق عجيب زمن فلكي لا تستطيع أن تتحدث عن إنسان الزقورات عن إنسان خرج يدوب بالمصر الجميلة من الغار وظلمات الغيران إلى سطح الأرض وبين إنسان يعيش في نيغراتسيال يعيش في نطيحة السحاب بين هذا الإنسان الذي يعيش في هذا الفضاء وبين الإنسان الذي كان يعيش في زمن أسنافنا من حضارة تغنيف عشرة ألف سنة إلى إنسان برعاتا هناك فروق كبيرة جدا المولي سبحانه وتعالى أعطى لهذا المخلوق العجيب مكونات نفسية مؤهلات مؤهلات متميزة هي التي شكلت منه أروع مخلوق عجيب على هذه البسيطة ولذلك الإنسان وهو يسير في مناكب هذه الأرض هو يصنع تاريخه صحيح أنه التاريخ يقرأ بمناظر متعددة هناك المنظر السليم هو منظر قل سيروا في الأرض فانظروا عقبة الذين ظلموا وفيه المنظر الماركسي لهم الإنسان عبارة عن آلة عبارة عن حيوان عبارة عن منتج عبارة عن إنسان يتزوج وعبارة عن الصورة الجاهلية التي هي بطن تطلق يدفع أو يدفع وأرض تبلع هذه النظرية الجاهلية أسلافنا من القمم العالية من علوة بن الزبير إلى ابن هشام استطاعوا أن يكتبوا أروع سيرة للإنسان النموذج لهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما تقرأ هذه الأخبار وسكنات وحركات هذا الإنسان النموذج وهو خير خلق الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام من خلال مدرسة تطور عجيب جدا من أيام علوة بن الزبير المتوفسة تسعة وتسعين الهجرة الذي تربى في حضن خالته أم المؤمنين السيدة الكريمة الفاضلة عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الجيل الأخير الجيل الثالث الذي أتم المحاور الكبرى للسيرة وهو ابن هشام الذي استطاع أن يبرز لنا أروع سيرة لأروع بشر استطاع من خلال هذه السيرة أن يتحدث عن النشأة والميلاد عن المبعث عن الوفاة ثم عن الخلاف الراشدة هذه كلها مسائل مهمة جدا في تاريخ البشر هي محطات كبيرة ولا شك أن النقطة المفصلية في حياة البشر كلها هي ميلاد المصطفى وميلاد الإسلام في حد ذاته بين يدي هذا الكتب وهو في الحقيقة مختصر ولكنه مفيد جدا كتاب المدخل إلى تاريخ صدر الإسلام وأظن أن الوقوف على هذه المرحلة نأنأة الإسلام والصدر الإسلام وبداية الإسلام تقربنا من الكمال في البحث التاريخي من الارتقاء في التاريخ البشري ما الذي يمكن أن تقوله فضل الإسلام في الارتقاء؟ اللهي أنا دائما أنا درست السيرة وتاريخ صدر الإسلام أكثر من ثلاثين عام وأهم حاجة بالنسبة إلى طلابي أبث فيهم نقطة يقول لهم الغاية من دراسة تاريخ الجيل الأول في فطرة ما بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وكيف استطاع هذا الجيل أنه يجد حلول وجيهة لمشاكله خليقه بزمانه سبحان الله كيف استطاع هذا الجيل بعد غياب الوحي بعد انقطاع الوحي بعد وفاة محمد بعد وفاة صعب الشرع أن يجد الحلول الراقية لمشكلات عصره طيل ثلاثين سنة على الأقل هذا هو السر ولذلك نحن من خلال هذا الكتيب نتحدث عن تجربة مهمة جدا في تاريخ الإسلام هو كيفية الانتقال السلمي الجيد للسلطة من نبي مزكى من قبل الله عز وجل من فوق سمع سماوات إلى عالم البشر كيف استطاع هؤلاء البشر أن يستفيدوا أولا من مدرسة النبوة في الشورى في التشاور وفي اختيار الحاكم النموذج الذي بإمكانه أن يحقق نظرية المورد التي تقول أن الخلافة هي نيابة عن صاحب الشرع في حرصة الدين وتيسير مصالح الناس في الدنيا أنا نقول أن هذا الجيل استطاع أن يجد حلول موضعية لزمانه بشكل راقي جدا فأولى لنا أن نستفيد من هذه العبرة أن نستفيد من هذه المناهج للخروج من ما تأشه الإنسانية من استبداد وقهر وفساد في الانتقال السلمي للسلطة ومجالات حياة كلها في الحقيقة مجال حياة كله نعم ولذلك تصح المقولة التي تقول بأنه الزمان أو التاريخ يعيد نفسه بين يديه كذلك هذا كتاب المدخل إلى السيرة النبوية والخلافة الراشدة وفي الحقيقة أكثر من كتب في السيرة لا يستطيع أن يفصل بين الخلافة الراشدة ولأنها مرحلة من خير القرون كما قال نبي صلى الله عليه وسلم وهي جزء من تاريخ النبوة في حد ذاته لأن هؤلاء كما ذكرتم زكاهم من مصطفى عليه الصلاة والسلام وقدم سيدنا أبو بكر في صلاته وأشار إلى فقه عمر وفقه عثمان يعني كأنها جزء فعلا من حلقة مهمة في تاريخ البشر ينبغي أن يتعرفوا إليها وأظن أن الطلبة بحمد الله يعني يقفون عند أسرار هذه المرحلة التاريخية في تاريخ المسلم في الحقيقة الجيل الذي تخرج في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وارضاه إن هؤلاء الرجال هم الذين اخترهم المولى سبحانه وتعالى لصحبتي خير خلق الله عز وجل لهو محمد نعم أن تعيش بين هؤلاء الرجال وأن تدرس مضيهم وتاريخهم وكفاحهم وجهودهم في ترسيخ العلم والدعوة إلى سيرة محمد والدعوة إلى سنة النبي الأطهر والدعوة إلى تفهيم الناس القرآن الكريم الذي نزل على قلبي وصدر سيدنا محمد طيلة 23 سنة كاملة أيضا القضية المحورية أيضا أن هذا الجيل سماه النبي ليس فقط بخيرية القرون الثلاثة أن هذا الجيل استوعب الرسالة بشكل جيد ولذلك هؤلاء هم امتداد طبيعي كثير من المؤرخين كثير من المؤلفين لا يفرقون بين السيرة النبوية وبين الخلافة الراشدة ولهذا عصر أبو بكر فعمر فعثمان فعلي هو امتداد طبيعي جدا لعصر محمد ولذلك يسميه النبي الأكرم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم ملك عبود معنى ذلك أن الثلاثون سنة هي عبارة عن استكمال البناء الإداري البناء الإداري وليس بناء النبوة ولا بناء التشريع البناء الإداري استكمال أركان الدولة الذي بنى خطوطه العرضة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكماله الجيل الذي هو خير جيل وخاصة الجيل الذي سمه محمد خلافة النبوة ثلاثون سنة معنى ذلك أن هؤلاء الخلافة الراشدين الذين جاء ذكرهم في أكثر من حديث رواه البخاري ومسلم هم خير جيل وسنتهم طلب المصطفى أن نشد عليها بالنواجد هؤلاء جيل رباني استوعب العصر استوعب الظروف النشأ والتكوين وهو الذي سارى مسافة طويلة جدا في تكوين هذه الأمة الشاهدة على الناس أستاذنا فضيلة أستاذ دكتور محمد الأمين بالغيث وأنتم من أهل الاختصاص في الحقيقة هذا مجال الذي يمكن أن نستنبئ فيها الأسرار التي في صدوركم مما فتح الله تعالى عليكم في الدراسة هل تصدق المقولة وإن كانت ليست مقولة علمية بأن التاريخ المؤرخ هو مجرد راوية ليس هناك صنعة ليس هناك إبداع ولذلك نحن عنونا هذا اللقاء المبارك بأن التاريخ هو إبداع وإقناع إبداع وإمتاع يوصلني إلى أن أتتبع دراسات تحليلية لكل هذا الموروث في الحوادث وألمس في دراستكم وفي كتابتكم نوع من الإبداع والتجديد في الحقيقة الكاتب أو المؤرخ ليس راوية هو مبدع كالشاعر الشاعر أولا ليس راوية الشاعر هو يعكس الظروف والرسالة التي يحملها في الحياة المؤرخ كذلك المؤرخ هو صاحب مهمة في الحياة صاحب رسالة في هذا الكون بقدر التربية والمحيط والنشأة التي وجد عليها التوجيه والمدرسة التي وجهته هي التي ستصنع منه صاحب رسالة التاريخ في الحقيقة ليس أحداث تاريخية تدون وكفا يسموها كرونولوجيا المؤرخ مش يسجل قال اليوم وقع زلزال بكرة وقع مش سجل في البلدية لا أبدا التاريخ مناطه هي ترسيخ الموعظة تاريخ موعظة في الحقيقة تاريخ مدرسة عبرة التاريخ مدرسة الحياة من لم يتعلم من التاريخ فهو غير مؤهل لأن يكون خليفة المولي سبحانه وتعالى لأنه لا فرق بين هذا الإنسان الذي لا يستوعب الموعظة ولا يستوعب الرسالة بين بقية الحيوانات الخرصة التي لا تنطق التي لا تتكلم والتي تؤدي وظيفة تؤدي وظيفة بيولوجية تؤدي وظيفة لفائدة الإنسان هي زينة للبشر ولذلك التاريخ صناعة وهذه الصناعة لا يحسنها أي مكان أنا نقولها بالدرجة الجميلة نقول أنه ما هوش كل واحد نظ بكري ولي مؤرخ أن الأمة العظيمة كما يقول شيخ المؤرخين دكتور صعد الله هي التي تلد المؤرخ العظيم صحيح ولذلك لما تعود إلى كتب التاريخ وتحاول أن تعرف هؤلاء الجهابضة لا تلقاش كثير صحيح ليس كل من كتب أو خربش بلغة تمرض قاسم فهو مؤرخ لا أستغفر الله هناك ناس يسيئون ويسودون أوراق تسيئوا لهم وتسيئوا إلى ضمائرهم كما تسيئوا إلى الصنعة نفسها لهي التاريخ التاريخ في الحقيقة ليس فقط هذا التدوين التدوين مهم التدوين جيد هناك من يدون يحفظ معلومة يحفظ على المعرفة ولهذا نحن في هذا الفن أو في هذا العلم كما يسميه العلامة بن خلدون نستفيد من سجلات العائلات أنا مثلا بداية عائلتي هو نشأة الولد مظاهر الفرح مظاهر الحزن على مستوى العائلة الكوارث التي تحدث الكوارث التي تحدث التطورات الحروب الدماء التي تسيل النبوات التي عرفتها البشرية هذه يسموها المادة الخبرية عند ابن خلدون لكن يأتي المهندس يأتي المؤرخ الذي يستفيد أن يجمع الأشياء إلى بعضها البعض ويربط ليس كل إنسان له مقدرة الجمع بين هذه المعارف فيستطيح هذا المؤرخ أن يبدع في ترسيمي وتسجيلي وتحليل وتعليل ما وقعه بتوفيق من الله عز وجل ولذلك مع النشأة عشرة من بن خلدون صحيح ومع النشأة عشرين ألف من الطبري رغم ما يقال عن الطبري طبري بعض المدارس تقول أنه حاطي بوليل صحيح هذا حاطي بوليل كتب ستين ورقة أو ستين درج في اليوم هذا حاطي بوليل ترك موسوعة كبرى من 12 مجلد بحسب تحقيق محمد أبو الفضل سماها تاريخ الرسول والملوك وترك تفسير من أروع التفسير في تاريخ المسلمين بغض النظر عما هو ورد كما نبه في مقدمته من إسرائيليات ومن خرافات وقد ترك الأمر للمؤرخ الحقيقي الذي يستوعب الأشياء فيزيل غبار الوهم عن هذه الأساطير للدخيلة على الرواية التاريخية والتاريخ هو كالحديث النبوي بالمناسبة أخي يوسف التاريخ وعلم الحديث توأمان شقيقان مولدة من رحم واحد والد التاريخ وأم التاريخ هو ابن شهاب زهري رحمة الله عليها الذي كان يقول كنا نرد على الكذبين كنا نرد على الوضعين بالتاريخ ولهذا أروع علم اكتشفه المسلم هو تاريخ الوفيات نحن لا نعرف ميلاد الشخص لأنه في علم غيب الله عز وجل شخصية هذا الرجل لكن نعرف تاريخ وفاته لأنه صنع شيئاً لأنه صنع شيئاً وترك بصمة في تاريخ عصره وجيله ولذلك التاريخ والحديث ولد من رحم واحدة علم الحديث كما هو معروف هو دين يتعبد به والتاريخ لم يفهم تفهم رسالته إلا بعد هذا التطور الذي عرفه إلى أن وصلنا إلى جيل ابن خلدون أو إلى أن وصلنا إلى جيل المدرسة مدرسة الحوليات للغربيين وكذلك الماركسية التي علمتنا تاريخ البسطاء والمهمشين والفلاحين وصناع الكرامة وصناع الحياة والأكرة الذين تحدث عنهم ابن خلدون حديث رائع جداً لم نكتشف حقيقة هذه الأشياء إلا في القرن العشرين هذا ليس كلام الأستاذ بلغيث هذا كلام واحد من أساطين هذا العلم ومؤسسيه الأستاذ حسين مؤنس هذا الرجل العملاق رحمة الله عليه الذي استطاع أن يبني لنا من خلال كتاب التاريخ والمؤرخون في الإسلام منهجاً راقياً ومتميزاً درس فيه كل النظريات كل الأعمال كل البصمات التي تتركها المؤرخون من القدمة جداً من أبو التاريخ إلى غاية عصره هو في القرن العشرين أستاذ نفي على ذكر علم التاريخ وعلم الحديث انبثق ما يسمى بعلم منهج النقد نقد المعلومة في حد ذاتها تكذيبها أو تحليلها ومحاولة تقريبها من الواقع على وفق ما حدثت في تاريخ الناس الماضي هل ترون بأن هذا المنهج منهج نقد الأخبار نقد التاريخ نقد الحوادث يعني متاح اليوم وعنده آليات أكثر نستطيع أن نتعامل بها بشكل سهل نعم في الحقيقة هي الرواية التاريخية هي نفس المتن ونفس الرواية المعروفة في الحديث هي كلها مصدرها البشر لكن هؤلاء البشر في ما رواه سيد الخلق وما رواه الجيل الذي تربى في دار الأرقم ثم بعد ذلك الجيل الأول من التابعين وتابعين إلى اليوم هؤلاء كانوا من الحذر في مسائل الرواية ويعلمون أنه مناطه النار أو الجنة بإذن الله عز وجل لأنك تكذب عمدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا انبرأ إلى هذا العلم علم الجرح والتعديل علم الرجال رجال أساطين يسرهم المولى عز وجل إن الله لا يرفع هذا العلم إلا بوفيات الرجال هؤلاء الرجال منهم؟ هم علماء علماء المواريث علماء الحديث إلى غير ذلك من هؤلاء العلوم التي كانت تنافع عن قدسية الكلام عن قدسية القرآن عن صحة حديث محمد عليه الصلاة والسلام الرواية التاريخية الأسف الشديد تعرضت إلى دخن كثير تعرضت إلى تظوير كثير ولهذا هناك مزور العملة الذي يسجن إلى أن يموت في شرعنا وهناك مزور الحقيقة التاريخية وهو الذي سماه المولى عز وجل يحرفون الكلام عن مواضعه أنك تكتب تاريخا ميشوه فيه كل الكلام الجميل عن شخصه و هو ما يستهلش حتى كلمة طيبة هذا تظوير والتظوير سرعانا ما يكتشف لماذا؟ لأن المولى عز وجل قيضة للرواية الزائفة الخبير الخبير بالعملة الخبير بالذهب هو نفس الخبير بالنيكل وبالنحاس نفس الخبير بالرواية ولذلك التاريخ تراكمات صحيح و المؤرخ له المقدرة الكافية لأولا نحن لا نأخذ تاريخنا من أي كان ولذلك نحن في المدرسة التاريخية الجزائرية نسعى ما استطعنا إلى ذلك سبيل التصحيح النظرة الاستعلائية للإنسان الأوروبي الغربي الذي كتب تاريخ الشرق وبالتالي هؤلاء كتبوا تاريخنا بمنظارهم كرجل أبيض يستعلي عن بقية الملونين في إفريقيا و في آسيا و في أمريكا اللاتينية هذا رسالة المؤرخ أن يعيد الأشياء إلى نصابها فإذا توفرت له المعرفة لهي الوثيقة لهي العملة لهي الشاهد لهي المخطوط لهي الرواية الشفاوية ربما للمعمرين الذين عاصروا المرحلة ستكون هي المادة الأولية لهذا المهندس الذي سميته المهندس لهي المؤرخ الذي يستطيع بإذن الله عز وجل وبتيسير من هذه الأمة التي وفرت له الشروط أن يحقق لها جوانبها المعرفية وحقها في هويتها بأقلام أبنائها بإذن الله عز وجل أستاذنا ربما هناك شواهد مادية ربما تعلمناها حتى من شاهد المقبرة تستطيع أن يكون مادة علمية نعم هو نص نعم هو نص حتى العمران العمران وبين يدي فصول في تاريخ التاريخ والعمران نحن نتحدث عن العمران في حدته كشاهد من شواهد التاريخ يعني يمكن أن يسعف الباحث في مجالات كثيرة في الحقيقة التاريخ جوانبه المعرفية متعددة نحن لما نتحدث عن وفرة النص حضور النص النص قد يكون رسالة رسمية كتبت من ديوان الأمير وقد يكون هذا الرسم على قصره هو نص مطبوع على عملة عملة قد تكون ورقية قد تكون مادنية ومادنية وعندنا أيضا شواهد القبور تصور أنه في العصر الحديث شواهد قبور بني هاشم شواهد قبور الهاشميين في الأندلس كانت مجال لرسالة دكتورة دولة سبحان الله نعم لأن الشاهد عادة تكتب فيه نصوص اختيار شواهد شعرية اختيار آيات قرآنية بعينها تاريخ الوفاة الاسم الكامل والنسب والأسرة والأسرة هذه كلها تشكل المادة الأولى يسموها في الفرنسية لزي بي طاف لزي بي طاف أو هذه الشواهد هي نصوص لا ترقى لا يرقى إليها التزوير مع الخبير بالخطوط مع الخبير بالكتابة يستطيع أن يشكل منها نص كامل نعطيك مثال العملة العملة فيها اسم البلد دولة فيها مكان الضرب وفيها تاريخ الضرب وفيها اسم الأمير أنت عندك الآن أربع نصوص أو أربع جوانب لتركيب نص معرفي العملة صححت أشياء كثيرة جدا في ألقاب الناس والموضوع طويل على كل حال ولهذا العملة والشاهد وما هو مكتوب من جداريات التجين هذه التي تسجل في العصر الحديث كانت موجودة في تاريخ أمتنا التجديد الشوارج تجديد المسجد النبوي التوسعات التي عارفها الحرم الشريف هذه كلها كانت تسجل في جداريات هذا جزء لا يتجزأ من التاريخ المادي لتركيب تاريخ الحرمين لتاريخ تركيب تجديد مسجد كتشاوة لتاريخ تجديد المسجد العتيق بالجزائر العاصمة وكذلك هناك نصوص عديدة جدا تسجل في لوحات تذكيرية للأفراد وللأسر كيف عرفنا مثلا نحن عن ساب العائلات الوجيهة العائلة ابن الرشد هذا الرجل الفاضل صاحب التحصيل الحفيد صاحب بداية المجتهد كيف عرفناها هذه العائلة عندها سجل عائلي دونت فيها دونت فيها بشكل رائع جدا حتى لا تتعرض إلى التزوير نفس الشيء العائلات التي تنتمي إلى آل البيت في فاس في مراكش في الصحراء الغربية في الجزائر في تلمسان في قسنطينا العائلات التركية الوجيهة سجلت ألقابها وأسماءها وتريقها ومولدهم ووفياتهم وأفراحهم وأقرحهم في سجلات وفي دواوين وفيها أحيان منقوشة لأنهم يعلمون أن البشر يزورون الكلام يحرفون الكلام عن مواضعه لذلك عائلات كثيرة جدا استطعت أن تتق سجل مولوك تركوا سجلات لا ما شاء الله ولذلك الشاهد والمخطوط والعملة والأثار والعمران مثلا كيف نستطيع نحن مثلا دراسة تخطيط مدينة الجزائر أو تخطيط مدينة دلس أو تخطيط مدينة بيجاية أو استحداث مدينة أشير هذه من خلال العمران الذي ترك في الأرض هذه الحفريات قواعد لعشرات من الأثريين استطعت أن ترسم صورة راقية جدا للشوارع والشوارع ودار الإمارة ودار القضاء العالي والبيوت البيوت على أنواعها قصور أو منيات أو بيوت صغيرة وبسيطة لآمة الناس هذه كلها شواهد على تطور الحركة الإنسانية والتحضر واستقرار البشر هذه كلها يسجلها العمران أرجعتني إلى بداية بناء أول بيت لله تعالى في الأرض وأذي يرفع إبراهيم القواعد من البيت فعلا هي شواهد أستاذنا المغرب الإسلامي المغرب العربي الإسلامي أو الغرب الإسلامي كما تنص عليه كتب التراف العميق في هذا المجال لها حوادث كثيرة ربما لا يسعنا حصة أو حصتين تحثوا عليها ولكن هناك نظرات ينبغي أن نقف عندها ولو بشكل عاجل في تاريخ الغرب الإسلامي لأن هناك جدلية بين الشرق والغرب من حيث الحضارة الذي يضيف الذي ينغس ما الذي يمكن أن تضيفه لنا وقد كتبتم كتابا في هذا المجال الكريم أولا أنا اعتزازي كبير بانتماء إلى هذا الفضاء الجغرافي والفضاء الثقافي والحضاري اللي هو الغرب الإسلامي رغم أن ابن حزم يقول قدري أنني من الغرب يعني من غروب من منطقة غروب الشمس ولو كنت بالمشرق لعرفت مكانتي أفضل بكثير جدا لأن الشرق هو مهبط الأفئدة ومكان النبوات ومكان الوحي ولكن يبقى الغرب هو الجناح الثاني لهذا الطائر الجميل لإسم الإسلام حضارة ومؤسسة أنا شخصيا أنا أقول وأستغفر ربي أن أقول هذه أنا أنا من الذين يفضلون مصطلح الغرب الإسلامي صحيح لأنه على مستوى الإدارة والجوانب الحضارية أشمل من المغرب الإسلامي أنا لما نتذكر كلمة المغرب الإسلامي نتذكر نظام الإداري ونظام السياسي أما لما تتكلم على الغرب الإسلامي فأنت تتكلم عن العمق الحضاري لهذه المنطقة التي تقع غرب مصر بما فيها هذه المكونات السياسية والمكونات الإدارية وهذا موضوع تشق من أجله المهاج في اختلافات كثيرة جدا بين المدرسة نفسها التاريخية الجزائرية الغرب الإسلامي كثير من الناس يقولوا بالليه هو من سنع أوروبية ولهذا يسموه ليدي بروفنسال ومن ورائه كبار المؤرخين يقولوا يعني الغرب الإسلامي قديم بالتفرق بينه وبين الغرب الأوروبي المسيحي الكلاسيكي وهي الأوروبي أو الحضاري الحديث وهو الأطلسي أمريكا ونيوزولندا وأستراليا لكن في الحقيقة أنا الغاية من تأكيد تأكيد للقارئ والمتلقي والذي يستمع إلى محاضراتي وإلى دروسي أن الغرب الإسلامي هذا مكون كبير مثل الشرق الإسلامي أو المشرق الإسلامي هناك مشرق وهناك مغرب هناك شرق وهناك غرب صحيح أنا مفضل غرب صحيح أكسيدون ولذلك نقول أن مكونات الغرب الإسلامي أول نقطة فيه أو بدايته هي هذه الحركة الجميلة التي عرفناها من هذا الضابط الشاب الصحابي بالمولد التابعي بالنشأ عقبة بن نافع لما نتكلم على تاريخ الغرب الإسلامي صحيح أنه عندنا رواية ضعيفة أنه هناك من أهلنا من البربر من جاء إلى رسول الله أنا أتعلق بهذه الرواية الكاذبة نستأنس بها نستأنس بها صحيح لأنه أنا أتمنى أن أسلافي من أهلنا الأمازيغ والبربر أنهم لهم المقدرة ولهم الوعي أنهم ذهبوا إلى مكة أو ذهبوا إلى المدينة بحثا عن الحق بحثا عن التوحيد ممكن تكون رواية كاذبة ولكن أنا أتمسك بهذه الرواية الكاذبة على صورة أخرى غير جميلة صحيح لكن الشاهد أنه أول احتكاك مادي بين الغرب الإسلامي وبين الشرق هو زويلة قبلت زويلة ومحاولة فتح بنغازي الحالية برقة ثم طربولس غرب وهذه طبعا في مرحلة مبكرة جدا من خلال الصحابة الجليل عمر بن العاص ثم عقبة ثم أجيال من الصحابة والتابعين الذين أسسوا إلى الخير وأخرجون مما كنا فيه من ظلمات إلى هذا النور الطيب نور الإسلام نور التوحيد وربطون بخير حضارة هي حضارة هذا الدين القيب أستاذنا ربما صفة كبيرة تمتع بها المسلمون ربما في الغرب الإسلامي على أساس أنه هناك يعني كشكول من البشر عاشوا في هذه المنطقة على اختلاف الثقافات والأديان وهذا الميزة هي ميزة التسامح وربما هذا ما أشرتم إليه في كتاب دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي وهو في تاريخ مهم جدا أنا شخصيا كما يقولوا بالفرنسوية مونا بروش منهجي مقاربتي في تدريس التاريخ أنه التاريخ ما يدرس أنت فاهم هذه الأشياء التاريخ ليس أحداث ليس كرونولوجيا الكرونولوجيا جزء من التاريخ هي جزء من العمل اليومي العمل اليومي جزء من أحداث التاريخ تسجيل هو تسجيل لكن هي في الحقيقة التاريخ أو المنهج الذي يدرس به التاريخ أنا أقصد التاريخ الإسلامية هي دراسة أعمال كل جنس جي بياندي شكراس كل جنس ودرجة قيامه في هذه الحضارة لأنه من نعم الله عز وجل صحيح أنه خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف لتعارفوا لكن ربي سبحانه وتعالى شوف سبحان الله بث في كل عنصر من هذه العناصر المكونة لأبناء أدم عليه السلام طاقة خصوصية وخبرة خصوصية سبحان الله صح مثلا الجيل الأول حامل الرسالة عرب والعرب الشيخ الجيل هذا بعدهم أنا أقولها بالدرجة الجميلة بعدهم تحزن الدنيا أنا ما نتكلم على هذا الجيل هو جيل أبو بكر جيل عمر جيل عثمان جيل زبير بن الأوام جيل قلحة بن أبيض الله جيل رباني استطاع أن يستوعب هذه الرسالة التي كلف بها المولي سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والله أعلم حيث ويجعله رسالته صحيح هم الحواريون هم الحواريون هم الجيل جيل التأسيس جيل الصدمة الأولى جيل الذي رسم الخطوط العريضة التي انطلقت منها بقية الأجيال طبعا لما أدوا دورهم إلى غاية تقريب العصر العباسي الأول غيروا الحرفة من الفاتح والعسكرية وتأسيس النظام إلى الجوانب الروحية إلى الجوانب الأخلاقية إلى الزهد إلى العبادة إلى التقوى إلى المجاهدة والمرابطة هؤلاء هم العرب كانت عندهم رسالة عسكرية كانوا إلى جانب محمد كانوا هم الحواريون ثم بعد ذلك بعدما ظهر جيل آخر اللي هو الجيل الفارسي الفرس لهم لعبوا دور كبير جدا في تاريخ الحضارة العباسية صحيح أنهم تبرمكوا أي أنهم استولوا على السلطة في أيام هارون وفي أيام كثيرة لكن مع ذلك هذا الجيل من الفرس له مكانة كبرى وله خصوصيات في تأسيس الحضارة وهم أبناء حضارة حضارة الطووس التي تعود إلى سبعة ألف سنة قبل ميلاد السيد جماليات وفن عجيب وفن وهم ينتمون إلى جيل إلى حاكم راقي جدا كسراء ونشروان هذا الذي يضرب به الذي سارت الركبان بعدله وإنصافه وقسطه بين رأياته ولذلك ثم بعد ذلك بعد الجيل الفارسي يأتي جيل الترك والتركمان نحن أبناء الغرب الإسلامي من البربر نحن الذين فتحنا الأندلس نحن الذين علمنا كثير من الخلائق النحو والصرف والقواعد ابن معطي زواوي وابن عصفور هؤلاء الرجال الكبار هم الذين ساهموا في فتح الغرب الإسلامي أبناء الكاهنة هم اللي فتحوا طنجة يا أخي أبناء الكاهنة هم الذين كانوا قيادة لفتح الأندلس هؤلاء الذين كانوا تحت قيادة طارق البربري من منطقة خنش لمن بغاي هم الذين فتحوا بقية الأماكن التي استعصت على عقبة وعلى حسان وعلى موسى بن نصير هؤلاء هم الذين أسسوا للعمران في قرطبة وإشميليا وصرقمسطة البيضاء هؤلاء هم الذين وقفوا في وجه الحاملات الصليبية المبكرة للأمبراطورية الرومانية المقدسة وعاصمة وإكس لشابال هؤلاء هم الذين أعطوا لا في كما يقولوا أمبيكابل الحياة المثلة صحيح هي حياة الأندلس التي عاشت فيها شعوب وأمم وعقائد وألسن عاش المستعرب العربيزون كريتيا عاش فيها اليهودي وعاش فيها المسلم السيد الذي يدير السلطة ويدير الدولة في رفاهية جنب إلى جنب وكلهم أدوا واجب نشر المعرفة وتصدير الكتاب إلى لندن وإلى باريس وإلى بولونيا وهم الذين كانوا نواة النهضة الأوروبية في فرنسا وإيطاليا وأوروبا وحتى المتحدة عامة حتى الأمريكية نعم وهذا الأربوما هذا الذي أشرتم إليه في كتاب جزء على كل حال مما أشرتم إليه في كتاب دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم وفعلا يعني فتحوا الأمصار بالعلم وبالعدل الذي كانوا ينشرونه بين الناس وربما لا يزال الناس إلى اليوم في دهشة مما وصل إليه التاريخ الإسلامي في تلك المناطق وما يزال العالم إلى اليوم يدين لتلك المرحلة في تاريخنا حتى لا نعيش أستاذنا في ربما هذه نشوة في الحقيقة أنا أنتشي عندما أتحدث عن التاريخ وفي بعض أحيان عندما تسود الرؤية في المستقبل نهرب إلى التاريخ حتى نتنفس قليلا ونشعر بأننا أنجزنا هل تتصورون بأن هذا الإنجاز التاريخي للأمة الإسلامية لأمة الغرب الإسلامية للأمة كلها على كل حال لا زالت بهذا النفس في العطاء مع التحديات الموجودة اليوم أم أن تاريخنا يعني مع الأسف أسيف نحزن له ولكن عندما نريد أن نجري حواراً نهرب إلى التاريخ وإنجازاتنا ونفر من الواقع لا في الحقيقة هذا هذا هو الإنسان الإنسان مجبول على أن يعود إلى أزهى السور في حياته إنت لما تكون قد بلغت أرض للعمر وهو ابتلاه من الله عز وجل إلا إذا أحسنت عملاً ووفقك المولى عز وجل وكانت نهايتك طيبة وفي الحقيقة الإنسان دائماً يحن إلى زمن الشباب زمن العشرين سنة زمن ثلاثين سنة زمن الأربعين زمن السمو العطاء زمن الصحة والعافية التي نحسد عليها كنعمة من ناعم الله عز وجل نفس الشيء التاريخ نحن لما نحس بارتكاسنا وهواننا على الناس أين نبحث عن مصادر قوتنا في تاريخ أمتنا في تاريخ الرسالة إلى غاية سقوط غرناطة إلى غاية مشاركتنا في هذا التحدي الذي عرف بعد اكتشاف العالمين الجديدين ولذلك في حاجة أخرى أيضاً نحسد عليها أننا أمنا استطعنا أن نعطي النموذج في الحياة البروتوتيب الحياة الأندلسية ليست الحياة الأمريكية لذي أمريكان الغرب بمؤرخي الكبار لوسي بولنز هذه مؤرخة بلجيكية كتبت عن البوتانيك كتبت عن الهندسة هندسة الحدائق تقول لم أجد في حياتي شاب وحضارة استطعت أن تحسن تقنيات توزيع الماء واستخراجه وتوسيعه وتقنيات بناء المنيات والأجنة والحدائق مثل ما قرأتوا في تاريخ الإسلام والنموذج هي إشبيليا وقرطبة وغرناطة استطاع هؤلاء المسلمون أن يحددوا أنواع التربة أنواع المياه أهميتها الطبية مظارها إن كانت فيها مظار واستطعوا أن يعطوا للإنسانية جمعا الحياة النموذجية تسامح عدل وإنصاف وعبادة لله عز وجل ولم يتدخل المسلمون في شؤون اليهود ولا في شؤون المستعربين من النصارى إلا إذا كانوا إلا إذا كانوا خونا وعيون على الصليبيين في خارج وطنهم الأندلس الصغير هذه كلها مما نحسد عليه الآن دراسات في الأرجنتين وفي أمريكا وفي ألمانيا وفي بولونيا وفي روسيا وفي فرنسا تدرس لكيف عبقرية هؤلاء المسلمين في الأندلس لماذا؟ لأن الأندلس إضافة إلى جنوب إيطاليا وكالابريا وسقلية وجزر البريار وهذه المدن الأندلسية الشهيرة في شرق الأندلس وفي غرب الأندلس هي التي كانت المعبر والقنطرة التي مر منها الخير إلى أوروبا حتى في تنسيق البيوت بناء الصالونات العربية تعلموها منا قضية الاستقبال استقبال السفراء قضية حصانة السفير وحصانة الوزير هذه تعلموها منا نحن الرسل نحن الذين علمناهم آداب وأخلاق كيف تستقبل الضيف وهذا كلام تتحدث عنه بشكل طيب هذه المستشرق الألمانية المنصفة زيغاليد هونكا في كتابها الشهير شمس الله تستعى على الغرب شمس الله شمس الله لكل الخلق لكل البشر الموحد والمشرك معا لكن يبقى هذا الإنسان الموحد هذا الشاهد على الشعوب والأمم هذه الأمة الوسط هذه أمة هي التي ستسأل عن ضياء هذا الخير عن ضياء هذه الشهادة هذا النور هذا هو التاريخ هذا هو التاريخ أستاذنا ربما أتينا على مع الأسف شديد على نهاية هذه الحصة المباركة ربما في كلمة أريد أن أشرك أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي كما تريد أنت كذلك وأنتم أستاذ بروفيسور في مدى التاريخ وتدرسون في الجامعة الجزائرية بحمد الله وأنتم عالم في كثير من الملتقيات الدولية أستاذنا أريد من الشباب وأبنائنا أن نقول لهم بأنه ينبغي أن نعتز بهذا التاريخ وأن نهتم به حتى إذا ما ذهبنا حتى إلى بلد آخر يعني عندما يعيش بعض إخواننا في الغرب ويلمزون في تاريخهم لا يعرفون حتى كيف يردون من أين أتى ومن هو نبيه ومن هي حضارته أقل شيء إنسان يعتز في كلمتين إذا كان أتكرنتم يا أستاذ مما يحز في نفسي وأنا في آخر هذا المشوار الميهني وهذه الحصة الطيبة طلبتنا للحق لم يتعلموا أشياء كثيرة جدا فيه نوع من الاستهزاء بالمعرفة العامة وبالجدية في طلب العلم كما كان عليه أسلافنا إلى غاية القرن العشرين ولذلك أنا البارح السقسي سألت طلبتاني وأنا أتحدث عن حاضر العلم إسلامي هل تعرفون شيكيب أرسولان واحد ما عرفه تصور هذا شخصية شيكيب أرسولان من خلاله نتعلم منهج المسلمين في كتاب طبقات العلماء طبقات الكبار الذين تركوا بسمتهم في حديث وأخبار وتاريخ أمم للأمم إذا ما تعرفش كيف أرسولان وما تعرفش مالك بالنبي أنا متأكد أنك لن تحسن معرفة محمد عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء هم أحفاد محمد هم أولئ الذين يقومون بتوصيل الجيل الأول من جيل الذي تربى في در الأرقم بلو الأرقم حلقة وصف بالأجيال في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين إذا لم تحسن معرفة بصمة هؤلاء الرجال الذين كانوا سببا بعد الله عز وجل فيما أنت فيه من وعي ومن معرفة وسيادة واستقلال فبئسة هذه الثقافة التي غيبتك عن واقعك فلن تستطيع أن تكون شاهدا عن ماضي أمتك المجيد بما فيه هذا الماضي من معوقات ومن أحداث ومن صور مظلمة لكن أن تكون شاهدا على أمتك يجب أن تكون ترجمان جيد تحسن ترجمة هذا الماضي المتميز لأمتك التي ساهمت مساهمة كبيرة جدا في تاريخ حلقات الحضارة الإنسانية نعم هي في الحقيقة دعوة إلى التشمير والبذل الجهد أكبر للتعرف على تاريخنا بحمد الله وموروثنا الحضاري حتى إذا ما انتسبنا إلى هذه الأمة نكون من أصحاب الفخر وأصحاب المجد نشكر لكم فضيلة الأستاذ دكتور محمد الأمين بلغيث إجابة دعوتنا في هذا الفضاء وإن شاء الله سيكون لنا موضوع خاص بتاريخ الجزائر لأنه تاريخ الحافل أيضا نسعد فيه بلقائكم فيه إن شاء الله أشكر لكم إجابة دعوتنا ثانية وثالثة ورابعة بارك الله فيكم بارك الله فيكم أنكم أتحتم لي هذه الفرصة لأتحدث عن نفسي وأتحدث عن مهنة المؤرخ وهي مهنة راقية لأن مهنة المؤرخ هو أن تكون شاهدا على الحق ونحمد الله أننا جلسنا إلى بصمة من بصمات فضيلة الأستاذ دكتور محمد الأمين بلغيث أشكر لكم أعزائي المشاهدين حسنى متابعتكم ولعل مجلسا آخر يجمعوني بكم في فرصة أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة